اهلا بكم يا رب تكونوا كويسين طبعا يعني في ظل اجواء الحظر الجميلة فمحتاجين احنا اندردش شوية وطبعا عندنا تاريخ مهم 5 يونيو 1967 اكيد تاريخ محفور في اذهان الكثيرين من الاجيال سواء اللي عاصر التاريخ ده او اللي جي بعده من الشباب او الكبار لان دايما ذكرى الحرب والهزيمة في العقلية العربية تكاد لا تنتهي ابدا وتفضل دايما مثلة امامنا بنفضل نتعلم منها دروس ونقول دايما ايه اللي حصل واستفدنا ايه هل بداية القصة كان في 67 بالتأكيد من اقدرش نقول ان حد من البابل الطاء زي ما بنقول في المثل البلدي قرر ان هو ايهجم على مطارات دولة معينة وان هو يعمل كده في يوم وليلة قبل 67 كان فيه اشبه بالمشاكسات او المناوشات الاسرائيلية وطبعا كلنا عارفين بداية القصة 1948 واللي حصل فيها مرورا بكتير من الاحداث الاسرائيل نفسها قامت بيها سواء كان على هضبة الجولان او في الاردن او غيرها من الاماكن العربية واللي كان اشبه ما يمكن بتسميته بالتحرش السياسي لو صح التعبير مرورا بقيام طلعات جوية واحداث الكتير من الخسائر في الدول العربية لان في رؤية واضحة دايما لما نتكلم على حدثني عن السياسة فلابد ان يكون لديك رؤية لسنين مقبلة انت عايز تعمل واحد اثنين ثلاثة وبالتالي انت بتفكر هتعمله ازاي وايه المقاومات اللي هتكون موجودة عندك علشان تقدر انك تعمل ده 1948 وما تلاها من هجمات اسرائيلية على اهداف عربية كان طبعا الهدف واضح جدا بعد زيارة الضغط الفدائي الفلسطيني في الداخل ووجود ملامح لوحدة عربية واللي احنا كنا بنتكلم بيها وان لم تكتمل الا بعدها طبعا في 69 الا ان كان في محاولة لاجهاض الحلم العربي بالتوحد او غيره وجود عبد الناصر على رأس السلطة في مصر كان واحد من الاسباب القوية جدا اللي بيدفع اي قيادة معادية ان هو يفكر ازاي ان هو يخفف من وطئة الخطابات اللي كان بيلقيها عبد الناصر بما له من كارزمة سياسية حتى وان كان البعض بيراه ان مجرد كلمات وخطابات حنجرية الا ان ده طبعا ما كانش حقيقي بالمرة مرحلة ما بعد 48 حتى 73 كانت مرحلة فاصلة جدا ومهمة جدا ومرحلة تأميم قناة السويس تحديدا كانت ضربة قاتلة لكتير من الاحلام اللي كانت موجودة بالاستمرار بعد خروج الانجليز او بعد القضاء على الملكية 56 مثلت تأميم قناة السويس وطبعا اللي مكانش في حالة من الرضا الغربي عن قرار زي ده ووجدنا هجوم من فرنسا وبريطانيا واسرائيل على مصر منفردة وجود الطيران اللي قرر ان هو يضرب مصر بعد اتخاذ هذا القرار طب لو قعدنا نفكر وسألنا نفسنا سؤال الطيران اللي تحرك علشان يضرب مصر ب67 هل تحرك بس من الاراضي المحتلة ولا تحرك من اي الدول الطيران اللي تحرك بطبيعة الحال زي المجموعة 73 مؤرخين وكتابات فهم هودي وغيره من المؤرخين اللي كتبوا على المرحلة دي بيشيروا الى ان التحرك كان موجود من عدة دول على رأسها كان التحرك من ليبيا وتحركت تقريبا حوالي 20 طيارة مقاتلة في الاتجاه ان هي تضرب مصر بعدها نتكلم عن جنوب افريقيا وكان هناك دافع عنصري ان التحرك طيارات معادية برضو تضرب مصر بعدين نتكلم على الداخل الاسرائيلي وتحرك طيارات اسرائيلية وطيارات فرنسية برضو من الداخل الاسرائيلي اذا فقراءة المشهد اللي احنا بنتكلم عن 67 لا يكاد يختلف كثيرا عن اللي بيحصل الايام دي وده اللي بخلينا نأكد دايما على ان ليبيا مش مجرد دولة ليبيا عمق استراتيجي مصري في المقام الاول واللي احنا لازم ناخد بالنا منه ان اللعبة مش بس مجرد منع دولة ان هي تكون موجودة في دولة تانية ولكن هي حفاظ على ارضك اللي انت لازم تكون صاحي ومنتبه ان ليبيا هي امن قومي مصري في المقام الاول لو قعدنا نسأل نفسنا سؤال ايه اللي يخلي دولة في حجم ليبيا او تحرك قوات امريكية من السعودية او غيرها من جنوب افريقيا او غيرها من الداخل المحتل سواء كان قوات فرنسية او اسرائيلية تتحرك كلها في وقت واحد لان احنا اتفقنا من البداية ان اللي بيخطط بيخطط على مدى سنوات طويلة وعارف وعايز يعمل ايه تحديدا سواء كان باجهاض الحلم العربي او عدم ايجاد العزيمة العربية اللي كانت موجودة في الفترة دي ولي كان بيحاول بشكل او باخر يجمع كتير من الدول زي حركة عدم للحياز او دعم حركات التحرر في الداخل الافريقي او غيرها من الاشياء الكثيرة اللي الاستعمار الغربي كسب كتير جدا من الدول الافريقية بتحويلها المستعمرات واستفاد من الخيرات الموجودة فيها والحد النهاردة ربما يكون في جزء كبير من التأثير زي لو اتكلمنا عن الجزائر اتكلمنا عن تونس اتكلمنا عن المغرب اتكلمنا عن كتير من الدول اللي كان للاحتلال يد فيها بشكل او باخر لسه بقاية الاحتلال اللغوي والثقافي والهوية تأثرت بشكل كبير جدا وما زالت بتعاني من هذا الاحتلال الا مصر طبعا كان فيه اطار تاني من التعامل مع الشعب المصري وهو اللي قدر يغير فيه ثقافة المحتل لو قدرنا ان احنا نشوف ان المصريين عملوا ايه ما تغيروش بلاكنة المحتل او بلهجته او بلغته ما تغيروش بشكل الزي اللي المحتل كان بيلبسه بالعكس ما اجبروش المحتل ان هو ينسحب بين يوم وليلة ولكن كان فيه حركات فدائية كتير بتارت ان هي تتحرك طيب لما نيجي نطبق الكلام ده على اللي بيحصل النهاردة هللاقي ان برضو مصر بتحاول ان هي تشوف مين اللي ممكن يساعدها وتنويع مصادر السلاح وده كان الرهان الاكبر وكان برضو قرار مش سهل في ظل سيطرة كبيرة من دول زي الولايات المتحدة الامريكية فرنسا الصين على اسواء السلاح النهاردة بنشوف مصر النهاردة في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه اخبار عن توقيع اتفاقية على تزويد مصر بأسطول بحري تاني من ايطاليا وتزويد مصر بأسلحة من روسيا وفرنسا والصين والولايات المتحدة الامريكية وغيرها من الدول اذا فصعب انك توضع تحت طاولة التفاوض مع دولة وحيدة وانك تكون تحت درسها زي ما احنا بنقول علشان تاخد منها هي بس السلاح او انك تكون ملزم انك تاخد منها السلاح وتلزم بصيانته برضو عندها او غيرها من اشكال التفاوض اللي احنا شفناها على مدار سنين لأول مرة في تاريخ البحرية المصرية يكون عندنا سطولين كاملين مجهزين واحد موجود في البحر الاحمر واحد موجود في البحر المتوسط لأول مرة بيكون عندنا قاعدة مصرية موجودة او موافقة مبدئية على بناء قاعدة في جنوب السودان بالقرب من الحدود الاثيوبية وطبعا ده بيدينا شكل من اشكال التفاوض القوي على اي قرار سيادي مصر محتاجة ان هي تاخده حتى وان كان هو اخر القرارات اللي ممكن تتاخد نقدر نقول ان الجغرافيا بتتغير حولينا وبرضو ما يتعلق بالسياسة بيتغير حولينا النهاردة بين يوم وليلا قدرنا نشوف ان قوات حفطر كانت موجودة في اماكن وتمددت منذ ابريل 2019 وقدرت ان هي تسيطر على كتير من الاماكن الموجودة في الداخل الليبي وبعدين تراجع التاني مع وجود التدخل التركي النهاردة كنا بنشوف تدخل روسيا وسيطرتها على اماكن تانية وبرضو بنشوف ان هي بتتراجع مرة تانية عن قرارات كانت بتاخدها بنشوف فرنسا كانت موجودة بتشوف وتابع المنظر من بعيد ولكن اضطرت ان هي برضو تدخل وتاخد قرار على الارض كل الحاجات اللي احنا ممكن ندخلها ممكن تحصل في عالم السياسة 67 ما كانتش درس عابر 67 مرحلة بتتغير وبتتكرر في التاريخ المصري وهتتكرر بشكل كبير جدا لان معطياتها ما زالت موجودة على الارض وان كنا خسرنا الطيران المصري في ساعات قليلة جدا الا ان كان فيه دروس قدرنا نطلع بيها محاولة اصلاح كتير من المطارات واللي بعديها قامت طلعات جوية خسرنا فيها كتير من الطيرين ولكن برضو تكبد العدل الاسرائيلي جزء كبير جدا من الخسائر واللي كان الاعلام في الوقت ده بيعتم عليها لانه للأسف الشديد كنا بنعاني من بيروقراطية مملة انك لازم عشان تطلع تقرأ بيان لازم يكون صادر وفيه تصرحات لك انك تقول البيان بالشكل المكتوب لما نقرأ مذكرات الغضبان او غيره احمد سعيد من الناس اللي كانت موجودة في الاذاعة المصرية والتنظيم الطليعي اللي كان عمله الرئيس عبد الناصر علشان يقدر يسيطر على الاعلام مع وجود محمد حاتم كوزير الاعلام عبد القادر حاتم عفوا وبتلاقي كتير من التصرحات اللي هم قالوها بعد سنوات كتير من مضي 67 فهتفضل برضو موجودة نفس الدروس اللي احنا لازم نتعلمها في الوقت الحالي انك تقدر تاخد قرار وانت موجود على الهوى وانك ما تقدرش توهم الناس بانجازات او بدروس هي مش موجودة اصلا الا في خيال صانع القرار لان بعد كده هتلاقي في صدام حصل مع الواقع وده بالزبط اللي حصل لان كان القرار وقتها من مجموعة المذيعين الموجودين في مسبيره زي ما بيقول الغضبان في مذكراته ان هو ما يطلعش بالنغمة الحماسية اكتر من اللازم وبدل ما يقول ان احنا على وشك الانتصار هنقول علينا المثابرة بدل ما نقول احنا هنرمي اسرائيل في البحر زي ما كان بيتردد كتير جدا هنقول هنمنع اي شخص من دخول القاهرة او دخول الاراضي المصرية وهنا يعني دروس ان الاعلام يكون على وعي بما يحدث ولا يكون بمعزل عن القرارات السياسية نقطة صاحب القرار السياسي ايضا لابد ان يكون على وعي بانه لا يملي على الاعلام ما يقوله بشكل مستمر لان هتلاقي نفسك في كتير من القنوات المعادية اللي بتردت تظهر وده برضو اللي كان حاصل مع وجود موجات ريديو بتردت ان هي تظهر في كتير من الاماكن وشبكات معادية بتردت ان هي تدخل وتن الاخبار وده الدرس اللي احنا اتعلمناه في 73 بعدها لما بقينا بنقول ارقام اقل من اللي كان بيحصل فلو حصل هجوم وخسرنا خمسة كنا بنقول خسرنا سبعة فبيطلع الاعلام الاسرائيلي وخسرنا ستة او سبعة وكنا بنقرب من الارقام ده اللي احنا محتاجين ان احنا نتعلمه بشكل او باخر 67 برضو برغم الخسايا اللي كانت موجودة فيها الا انها كانت واحدة من الاحداث اللي قربت مصر وسوريا علشان نعمل الجمهورية العربية المتحدة ب69 واعتقد ان بشكل او باخر لو ما حصلتش 67 ربما ان الوحدة العربية ما كانتش هتظهر حتى وان كانت فضلت ليه شهور قليلة لان احساس الخطر العربي اللي موجود محاولة اسرائيل السيطرة على سيناء اللي تخص الاراضي المصرية محاولة اسرائيل السيطرة على الجولان اللي تخص الاراضي السورية وبالتالي انت قدام عدو بيحاول ان هو يسيطر على الاراضي الخاصة باي مكان العربي في محاولة تحقيق الاحلام التوسعية وتحقيق اسرائيل من الفراط الى النيل اذا الخطر واحد ويداهم الجميع ده الدرس اللي احنا يمكن شوية غاب عننا في السنوات الاخيرة في موجة ما يعرف بيه احداث الربيع العربي او الثورات العربية سميها كيفما شئت هيفضل دايما قدامك درس لازم تتعلمه يعني وكأن بنحاول نسترجع المثل العربي اللي كان بيقول اكلته يوم اوكلة الثور الابيض كلنا في خطر واحد وعلينا دايما نحن نكون متراقبين ومنتبهين لما قد يحدث تسييس الاعلام او محاولة توجيه الاعلام الدائم هي خسارة على المدى البعيد والمدى القريب ايضا النهاردة لما نيجي نتكلم بلغة الارقام هتلاقي مشاهدات كتير من القنوات اللي بتحمل افكار معادية انجازة لنا ان نسميها كذا او التي تحمل فكرا مغيرا لما تريده انت في ازدياد مستمر ودايما التعليقات وتوجيه الرأي العام وغيرها من العلامات الخطر اللي احنا بنتكلم عنها اصبحت موجودة واصبحت موجودة جوه بيوت كتير جدا سواء كان في الريف او في المدينة في الحضر في البدو في غيرها من الاماكن وبالتالي انت بحتاج انك يكون عندك استراتيجية واضحة ان الناس تقول اه عندنا اخطاء في واحد اتنين تلاتة وبنحاول ان احنا نصوبها ونصححها بالشكل الفلاني عملنا انجاز في واحد اتنين تلاتة وعندنا اخفاق في كذا وبنحاول ان احنا نتخلص منه او نشوف ايه الحلول اللي هي موجودة معنا شكرا ليكم واتمنى ان يكون شدعت وقتكم ونلتقي في حلقة اخرى من اوراق سياسية